السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة حقيقية أغرب من الخيال فلا تفوتكم هذه القصة نسع الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة تعالوا نشوف بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بالأمس كنت في جنازة وقبلت أحد الدعاء الأفاضل هو مش مشهور لكن رجل من الدعاء الأفاضل من أهل العلم الثقات الذين أحبهم في الله سبحانه وتعالى فحكى لي والله قصة وأقسم بالله على أنها قصة حقيقية سامعها من من يعرفون هذه الأسرة الكريمة بيقول لي يا شيخ محمود حكى لي أحد الإخوة الثقات واستحلفته بالله فحلف لي بالله أن هذه القصة وقعت رجل خليجي من إحدى الدول الخليجية كان متزوجا ثم أراد أن يتزوج زوجة ثانية فالمهم كان متجوز وكان عنده أولاده شباب ماشاء الله فتزوج فتاة هندية فلما تزوجها عاش معها ولكنه لم ينجب منها أولادا المهم هي بعد فترة من الزواج استأذنته في أن هي تذهب إلى الهند لكي تطمئن على أسرتها فسفرت فبعدما سفرت بفترة بسيطة مات الرجل اللي هو زوجها فلما مات فهي بعد شهرين ولا حاجة عرفت لما رجعت بقى طبعا أرسلوا لها فجات مرة تانية إلى تلك البلد الخليجية يعني وهي في قمة الحزن لوفاة زوجها فجأت أن أولاد هذا الرجل قالوا لها والدنا طارك لكي من الميراث كذا وكذا يعني عدد كبير جدا من الملايين يعني بفضل الله سبحانه تعالى فأخذت المال وعادت لأسرتها مرة أخرى في بلاد الهند المهم هم رغم أنهم خلاص لا يربطهم بها أي شيء يعني خلاص ليس بين أبوهم أي أولاد ولا أي حاجة لكنهم من باب الوفاء أحبوا أنهم يطمئنوا على أحوالها لا تكون في أي حاجة محتاجها ولا غيره فسافروا إليها أولاد الرجل ده سافروا إليها في بلاد الهند فهم عارفين عنوانها هناك فراحوا لقوها عيشة في نفس الغرفة اللي عاملة زي الكوخ القديم كما هي تعيش في ذلك المكان فاستغربوا فسألوها طب أنت ليه مش عايشة دلوقتي في مكان كويس ده أنت وقدة ما شاء الله ملايين الملايين يعني وقدة مبالغ كبيرة جدا وديت الفلوس فين طب لو ضعت منك الفلوس قولنا وإحنا نساعدك إحنا ما نرضاش أن أنت تعيش العيشة دي سبحان الله شوف وفاء الأبناء وهم يعني مش رضيين أن هي تعيش العيشة دي وظنوا أن الفلوس راحت منها فقالت لهم أنا يعني أنفقت الفلوس في باب من الأبواب فلا دعا أن تسألوني فأصروا أنهم يعرفوا عملت إيه بالفلوس وخافوا تكون الفلوس ضاعت منها وحبوا أنهم يعوضوها لو كانت الفلوس ضاعت فالمهم فأخذت قريبا لها وقالت لهم تعالوا معايا أوريكم أنا عملت إيه بالفلوس مدومت وأنتم مصرين فذهبت في مكان قريب من سكنها فوجدوا مسجدا صرحا كبيرا جدا مكتوب عليه مسجد فلان الفلان اللي هو أبوهم يعني بنت مسجد ضخم جدا لسكان هذا المكان لأنه ما كانش في مسجد فبنت مسجد ضخم جدا كصدقة جارية على زوجها الذي مات اللي هو أبو الأولاد دولت وبجوار المسجد وجدوها ما شاء الله عمل دار أيتام برضو باسم هذا الرجل وبجوار دار الأيتام وبجوار المسجد لقوها ما شاء الله عمل حضانة للأطفال برضو باسم هذا الرجل وبجوار ذلك برضو لا لقوها عمل دار للمسنين برضو بجوارها باسم هذا الرجل المهم وجدوها فتحة أكتر من خمس أماكن كلها أماكن خيرية بفضل الله سبحانه وتعالى على رأسها ذلك المسجد وكلها باسم والد هؤلاء الشباب فسقطوا على الأرض من شدة البكاء فقالوا سبحان الله ده إحنا أولاده ما فكرناش نعمله أي حاجة وإنت كنت زوجته ما يربطكش بيه أي حاجة دلوقتي وهو مات وما فيش عندك منه أولاد ومع ذلك فكرت تعملي كل الخير دوت قالت لهم والله ما تركت أي شيء من المال إلا وأنفقته في ذلك الخير وعدت إلى الغرفة التي كنت أعيش فيها وما أخدت مالا أبدا من أبيكم إلا أنفقته من أجل أن يصل إليه كل هذا الخير فعاد هؤلاء الشباب وطبعا يعني بعدما حاولوا يعوضوها بأي حاجة فرفضت قالوا لها طب نبني لك بيت نعمل رفضت تماما فالمهم عادوا إلى بلادهم بعد أن صوروا كل هذه الخيرات اللي هي عملتها ورجعوا بلدهم والمفاجأة أنهم عملوا نفس اللي هي عملته بنوا مسجد وضار أيتام وضار مسنين وعملوا حضانة وعملوا كل ده ابتغاء مرضات الله عشان خاطر يوصل الخير لوالدهم بفضل الله سبحانه وتعالى شوفوا بقى تخيلوا مدى الوفاء اللي في قلوب بعض الناس هذه المرأة خلاص ده كان زوجها وكانت من جوزاء وما فيش عندها منه أولاد وخلاص انقطعت الألاقة ومات وخادت ملايين ورجعت بلدها واحدة غيرها تقول بقى أعيش حياتي أبني بيت ضخم كده ما شاء الله بيت على البحر ولا على النهر واجيب لي نفس السيارة جميلة وافتح شركة واتجوز وعيش حياتي وبقى يعني عيش في حياة تانية خالص بالمرة إنما ما فكرت إلا في آخرتها وما فكرت إلا في هذا الخير للرجل ده خدوا بالكم الحاجتين بقى في غاية الأهمية الحاجة الأولى هي عملت ده عملت كل الخير ده ابتغاء مرضات الله ما الدليل على ذلك إن هي لم تباهي بذلك ولم تفاخر بذلك بل ولم ترسل إليهم لتعلمهم يعني هي ما قلت لهم شيء عملت إيه أصلا ده هم ما معرفوش إلا لما روح عشا يطمئنوا عليها طب لو لم يذهبوا لم يعرفوا يعني لو ما كانوش راحوا يتطمنوا عليها ما كانوش عرفوا أصلا إن هي عملت كده فهي عملت هذا العمل ابتغاء مرضات الله نحسبها كذلك ولا نزكيها على الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية هذا الرجل الأب ده اللي مات دوت اللي هو كان زوجها وأبو الأولاد دولت ماذا كان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى حتى يعني يسر الله له كل هذا الخير بعد موته يعني هو في حياته ممكن ما يكونش عمل حاجة من الحاجات دي لكن بمجرد ما مات والزوجة دي خدت الفلوس دي اللي هو المراس عملت له كل الخير ده ولما أولاده راح عشان يتطمنوا عليها رجعوا وشافوا الخير ده كله عملوا نفس الخير في البلد بفضل الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك في ميزان حسنات الأب يبقى جايله الخير من هنا ومن هناك شفت خيالوا حضراتكم حسنات كل يوم بالملايين بتدخله من الهند ومن البلد اللي كان عايش فيها بفضل الله سبحانه وتعالى فماذا كان بين هذا الرجل وين ربه ودي فايدة الإخلاص إن الإنسان لما يخلص النية لله ربنا بيكرمه والله العظيم في حياته وبعدما ماته بل وفي آخرته بفضل الله سبحانه وتعالى فأخلصوا النية لله ورب أولادكم على فعل الخير وعلموا أولادكم إن الدنيا والله ما تستهل أبدا إن إحنا نكرس حياتنا وأموالنا كلها فقط من أجل المتعة فقط ما فيش مانع إن إحنا نستمتع بالدنيا يعني الإنسان ما ينساش حظه ولا نصيبه من الدنيا لكن الأصل إن إحنا ما ننساش أخرتنا وما ننساش إن إحنا ما جئنا الدنيا إلا لنعبد الله وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون شفت ديه؟ فالإنسان لابد إن هو يستعد للقاء الله الإنسان لابد إن يستعد لليوم اللي هيقف فيه بين يديي قدمت ايه عملت ايه عبدت ربنا ولا ما عبدتوش طب لما قاتت في معاصي طبت ولا ما طبتش طب لما عرفت ان الحاجة فرض البست ولا قلت لأ طب لما عرفت ان المال ده حرام اتخلصت منه ولا لأ طب لما عرفنا ان احنا واجب علينا بري الوالدين والصلة الرحم اخبرنا ايه طب لما عرفنا ان احنا لابد ان احنا نتعايش مع القرآن ومع ذكر الرحمن ومع الصلوات الخمس ومع كل طاعة لله اخبرنا ايه ومقياس حياتنا ماشي ازاي هل فعلا احنا في المقام الاول بنفكر في كل ما يرضي الله ولا بنفكر في اللي يرضينا احنا واللي يسعدنا احنا هل احنا بنعبد ربنا يعني من منطلق معرفتنا بالله سبحانه وتعالى ولا مجرب بس يعني بنقدي اللي علينا وخلاص بدون ان نستشعر معنى العبادة لله سبحانه وتعالى الامور ده كلها لازم نفكر فيها ولازم نراجع انفسنا يعني الانسان لابد ان يعني اراجع نفسه في كل لحظة لان محدش عارف متى يأتيه الموت وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى اسأل الله ان يرزقني واياكم حسن الخاتمة وان يجمعني واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته